اشتركوا في القناة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة مشيدا سموه بمستويات العلاقات الأخوية المتقدمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من نمو مستمر متمنيا لهذه العلاقات الطيبة المزيد من التقدم والتطور بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهم كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيسي الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة